السؤال الثاني السائل يسأل وفي الحقيقة هي سائلة الأخت الفاضلة تسأل هل هناك في ثقافة العترة الطاهرة من برنامج للسير والسلوك وتهذيب النفس مثل ما هو عند الصوفية عند العرفاء وهل البرنامج الذي عند عرفاء الشيعة في هذا الخصوص هو برنامج مأخوذ من العترة الطاهرة سأجيب إجابة وجيزة مختصرة برامج الصوفية من النواصب أو من الشيعة برامج العرفانيين من النواصب أو من الشيعة لا علاقة لها ببرنامج السير والسلوك والتهذيب عند العترة الطاهرة هذا موضوع أجنبي عن هذا الموضوع أما هل هناك من برنامج في أجواء ثقافة العترة الطاهرة نعم هناك برنامج ذهبي لو وجدت فرصة فإنني سأطرح هذا البرنامج منذ زمن بعيد وأنا أبحث عن وقت مناسب كي أحدثكم بمثل هذا الموضوع لكنني ما وجدت وقتا مناسب لذلك وصدقوني وأقول للأخت الفاضلة صاحبة السؤال صدقيني فإنك ستجدين عجبا عجابا في برنامج العترة الطاهرة هو موجود في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وفي أحاديثهم المفهمة بتفهيمهم هو موجود في طوايا أدعيتهم وزياراتهم الشريفة مثلما استخرجت لكم مضامين شؤون عقيدة التوحيد من قرآنهم وحديثهم فإنني إذا ما سنحت لي فرصة سأستخرج برنامج السير والسلوك والتهديب من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم وأدعيتهم وزياراتهم بحسب قواعد تفهيمهم صلوات الله عليه هناك برنامج ذهبي من الطراز الأول لكننا ماذا نصنع لهذه الحوزة الضالة الخرقاء جاءونا بمناهج أعداء الله كتب الأخلاق والتهديب عندنا منقولة من مدارس النواصب صدقوني ما عندنا كتاب واحد في السير والسلوك وفي تهديب النفس قد ألف وفقا لمنهج العترة الطاهرة أنا أقول لكم هذا عن خبرة طويلة وعميقة لأنني مطلع على كل الكتب التي ألفت في هذا المضمار صدقوني ما تركت كتابا في الأخلاق والإرشاد وتربية النفس وفي برامج السير والسلوك في كل ما يرتبط بالتصوف العملي بالعرفان العملي في دائرة الأذكار والأوراد والرياضات إنني أمتلك اطلاعا واسعا في هذه الأجواء لأنني في يوم ما كنت جزءا منها ما أنا جربت كل شيء حتى وصلت إلى النتيجة التي أضعها بين أيديكم صدقوني لقد خدت في هذا المجال خوضا عميقا وعميقا جدا ما ما وجدت في المكتبة الشعية كتابا في هذه الأجواء ينمى إلى ثقافة العترة الطاهرة الأصيلة هذا هو الذي فعلوه بنا سباريت حوزة الطوس دمرونا دمرونا ماذا أقول عنهم وماذا أقول لكم الحكاية طويلة طويلة والرزية عظيمة عظيما مصيبتنا عميقة عميقة